شو هو مصروف البيت أو شو هي مصاريف المنزل و شو يندرج تحتها أول شي خلونا نتفق على أنه مثل ما الناس يحتاجون للصحة النفسية والصحة البدنية إلى آخر في عندك المفهوم هو عبارة عن الصحة المالية الصحة المالية تندرج على الصحة المالية للأسرة و للفرد فلازم يعرف رب الأسرة و ربة المنزل بأننا نحن في فترة المدرسة ما تعلمنا على ثقافة المال ما تعلمنا على كيف نحن نقدر ندير أموالنا وبالتالي الحياة علمتك الحياة اللي هي بتعلمك و بتعلمك على كيف أقدر اليوم أنا أدير مصاريف عائلتي بكفاءة ليش اليوم نحن نشوف أغلب العوائل رواتبها عالية ولكن عندهم ديون نهاية الشهر وين راح الفلوس فعلا مش آخر الشهر عادي خلال بعد سبوعين تشوف أن الفلوس خلصت بالنسبة لي أنا شفت هذه المعضلة أنا في سنة 2011 أنا كنت موظف في هذه الفترة و كان عندي راتب و الحمد لله كاراتب جيد ولكن كنت أشوف أنه ما كان عندي فائض من الراتب و كنت أنصدم شو السبب شفت بأنه أنا كنت أعيش لايف ستايل مختلف نمط حياة عالي وبالتالي عرف تعال أنا أغلب ربعي يعيشون مستوى عالي من مستوى المعيشية المعيشة ولكن شو دخلهم يمكن أعلى مش نفس الدخل اللي عندي يمكن إدارتهم للمال أفضل من الإدارة اللي عندي وبالتالي اتخذت قرار كيف اليوم أقدر أطلع من الديون و عيش حياة أفضل رقم واحد اشتغلت بنفسي على اكسل شيت أكتفي مصاريفي أشوف بالضبط هنا كم أصرف كم دخل الشهري في بعض الدخل أنا ما كنت أحسبه من قبل له الدخل خلنا نقول من مثلا كان مشروع تجاري عندي إلى آخرة اشتريته وبعت فبالتالي ما كنا نحسب كم دخلنا و ما كنا نصرف كم مصاريفين من بعد ما كتبت في الإكسل شيت قمت أحل المشاكل المالية حطيت لي خطة حطيت لي خطة أنه خلاص سيف أنت اليوم عندك مشكلات لازم تحلها قروض عندك مثلا مصاريف للعائلة لازم تتحلها عندك مثلا سيارات أنت ما كنت تحتاجك تمشتري سيارات كثيرة ردت أولوياتك بالأصحة من بعد ما حلت هذه المشكلة خلال ثلاث سنوات قررت بأنني لازم أحل هذه المشكلة في المجتمع فطلعت لتطبيق إكتروني سميته قورتش هذا اللي حل مشكلات الناس عشان يبدون الناس يتبعون مصاريفهم فنرجع لموضوع الأسرة اليوم واجب على كل أم وأب أنني لازم يعرفون كم مصاريفهم كيف يقدرون يديرونها وكيف يهتمون في الصحة المالية للبيت اليوم أنت تحتاج أنك أنت تثقف أبنائك على إدارة المال عشان أنت تنشئ جيل واعي أنت ما تحتاج اليوم أنك أنت تخلق نفس الجيل اللي أنت تعلمت من قبل لأن أول معلم ومربي في المال هو الأب والأم إذا أنت كان عندك أم واب يصرفونه وايد فبالتالي أنت تصرف نفس الطريقة وأنت تستمر لو كان إن شاء الله راتبك 100 ألف نحنا جربناه وشوفناه ترجمة نانسي قنقر